الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجادية عربية اكتشاف شكل جديد للضوء اكتشف فيزيائيون من مدرسة ديبلين للفيزياء ومن معهد CRANN التابعان لكليات ترينيتي كوليج شكلا جديدا للضوء والذي بدوره سوف يؤثر على فهمنا للطبيعة الأساسية للضوء يعتبر العزم الزوي من الخصائص المميزة والقابلة للقياس للشعاع الضوئي وسد الاعتقاد بأن العزم الزوي للفوتون في جميع أشكال الضوء يأخذ قيمة أحد مضاعفات ثابت بلانك لكن مؤخرا اكتشف مجموعة من الفيزيائيين وهم حملة شهادة الدكتوراه كايل بلانتاين والأستاذ بول إيستم وكلاهما من مدرسة ديبلين للفيزياء مع الأستاذ جون دونغين من معهد CRANN شكلا جديدا للضوء يأخذ فيه العزم الزوي للفوتون نصف قيمته المفترضة أي نصف مضاعفات ثابت بلانك وهذا الفارق على ضآلته إلى أنه عميق الأثر يعلق البروفيسور بول على العمل الذي قام به الفريق نحن مهتمون بإيجاد طريقة نجعل فيها الضوء يغير من تصرفه وإيجاد وسائل نجعل بها هذا التغيير مفيدا أعتقد أن هذه النتائج مثيرة جدا وذلك لأن هذه القيمة التي تعتبر من الخصائص الأساسية للضوء والتي ظن الفيزيائيون أنها ثابتة يمكن تغييرها ويضيف البروفيسور جون كان بحث يركز على البصريات النانوية التي تدرس كيف يتصرف الضوء على المستوى النانومتري فالشعاع الضوئي يتميز بلونه أو طول موجته وقليلا من يستخدم عزمه الزاوي في تمييزه يقيص العزم الزاوي كم يدور شيء ما وعلى الرغم من أن الشعاع الضوئي ينتقل بخط مستقيم إلى أنه يدور حول محوره ولهذا فإن الضوء المصلط على عينيك الوارد من المرآة في الصباح يعمل كل فوتان فيه على تدوير عينيك باتجاه أو بآخر ويكمل قائلا سوف يكون الاكتشافنا آثار على دراسة الأمواج الضوئية في مجالات عدة منها الاتصالات الضوئية الآمنة يقول البروفيسور ستيفانو سان فيتو مدير معهد CRANN لطالما كان الضوء محط اهتمام الفيزيائيين وكان أيضا صنفا على أنه أحد أكثر المجالات في الفيزياء التي يفهمها الفيزيائيون ولكن هذا الاكتشاف الأخير غير كل شيء بالنسبة للفيزياء والعلم على حد سواء لقد سردني رؤية علماء CRANN وترينتي كولوج عموما وهم يقدمون بحثا علميا أساسيا يتحدى مفهومنا للضوء اعتمد الفريق بتحقيق هذا الاكتشاف على أثر اكتشف قبل مئتي عام تقريبا في الجامعة نفسها ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر اكتشف الفيزيائي همفري لويد والرياضي ويليم راون هاملتون أنه عند تمرير الضوء عبر بلورات معينة فإن الضوء يأخذ شكل أسطوانة مجوفة واستخدم الفريق هذه الظاهرة لتوليد حزمة ضوئية لها شكل لولبي أي على شكل البرغي واستطاع الفريق بتحليل هذه الأشعة بحسب ميكانيكا الكم التنبؤ بأن العزم الزاوي لفوتون ما يمكن أن يكون نصف عدد صحيح فابتكروا تجربة تسمح لهم باختبار النتيجة التي وصلوا إليها وباستخدام آلة مخصصة بنوها لغرض قياس العزم الزاوي استطاع الفريق حساب تدفق العزم الزاوي لحكة ضوئية واستطاعوا أيضا قياس التغيرات في هذا التدفق الناجمة عن التأثيرات الكمومية وأظهرت التجربة انزياحا طفيفا في العزم الزاوي لكل فوتون بلغا نصف ثابت بلانك تفكر بعض الفيزيائيين النظريين في ثمانيات القرن العشرين بكيفية تطبيق ميكانيكا الكم على جسيمات حرة الحركة في بعدين من أصل الأبعاد الثلاثة للمكان واكتشفوا بأن هذا يمكن له السماح بوقوع إمكانيات جديدة خارجة عن المألوف كأن تأخذ الأعداد الكمومية للجسيمات قياما كسرية بدلا من تلك المتوقعة العمل الذي قام به الفريق أثبت وللمرة الأولى أن هذه التكهنات حقيقية ويمكن مشاهدتها مباشرة لدى الضوء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر